موسيقى السيدات والسادة نشرة اخبارية نقره على حضراتكم من قناة حضر موت الفضائية والبداية بأبرز العنوين موسيقى وزير الصحة يعلن تسجيل حالة وفاة واحدة من الحجاج اليمنيين بسبب أزمة قلبية مفاجئة موسيقى قيادة المنطقة العسكرية الثانية تقيم حفلا خطابيا وتكريميا لأسر الشهداء والمبرزين بمناسبة ذكرى الرعب والعشرين من إبريل تحذير من توقف المستشفيات في غزة وحصيلة الشهداء تتجاوز سبعا وثلاثين ألفا منذ بدء الحرب موسيقى من العنوين للتفاصيل أهلا بكم قال وزير الصحة قاسم بحيبحة إنه سجلت حالة وفاة واحدة من الحجاج اليمنيين وأشار بحيبح في تصريح خاص لموفد قناة حضر موت إلى موسم الحجة إلى أن الحالة توفيت بسبب تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة معي هنا معالي وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور قاسم محمد بحيبحة الآن وهو حاضرا مع مجموعة من اللجان الصحية وأيضا لجان الحج لهذا العام دكتور الحديث اليوم أيضا عن الحجيج والحجاج واللجان الصحية حتى الآن هل هناك مثلا من عدوى من أمراض أيضا خلال هذه الفترة التي مضت لا شك أن بزارة الصحة العامة والسكانة عدت من شكل مبكر أعداد الفريقة الطبية التي تصبح صاحب الحج لدينا حاليا مع الحجيج ما يقارب من 140 كادر صحي من سواء فريق المركزي أو اللي يشرفوا على العيدات المختلفة في مختلف الأبراي لدينا أكثر من 24 ألف حاج الحالات المرضية لدينا حالة وفاة واحدة فقط حتى الآن وهي كانت أزمة قلبية مفاجئة لدينا تقريبا 11 حالة تتابع في المستشفيات أمراض متوسطة ما بين أمراض القلبة إلى أمراض الكلاب وغيرها البقية الحالة الحمد لله جيدة والحمد لله أن الوضع مسيطر عليه وخصوصا نحن مركزين أنه لا يحصلش انتشار لأي أمراض وبائية وكذا في الحمد لله لا حد الآن الوضع مستقر وهذا بفضل كبير بفضل الجهود الكادر الصحي وتعاون وزارة الأوقاف والأرشاد التي دعمتها بشكل كبير وأيضا الوزارة قامت بدور كبير حتى في المنفذ منفذ الوديعي كان هناك عيادة ميدانية من مكتب الصحة بحضر الموت وقاموا بدور كبير خدموا أكثر من ألفين حالة مرضية كشفوا عليها فالخدمات سواء في المنفذ أو الآن متوفرة في الأبراج وإن شاء الله ستكون مع صاحبهم الحجيج حتى عودتهم الحديث عن ميناء كل عام يعني هل هناك سيحظى الحجيج أيضا بعيادات متوفرة في مشعر ميناء وعرفات أيضا؟ نحن الآن نناقش مع الفريق الطبي كيفية توفير إن شاء الله الخدمات الطبية في موناء وفي عرفات لأن الاشكالية اللي بتحصل أننا نتعارف أنها وضع متحرك خصوصا في موناء ليس وضع غير ثابت بينما الآن في الأبراج الحمد لله العيادة تم توفيرها لكن في موناء الوضع متحرك فتكون هناك اشكالية في توفيرها لكن سنناقش مع الفريق الطبية إيش الإمكانية اللي ممكن خدمات تقدم أثناء سواء في عرفات أو في موناء إن شاء الله شكرا لكم معالي الوزير شكرا نظمت قيادة المنطقة العسكرية الثانية بمدينة المكلة حفلا خطابيا وتكريميا لأسر الشهداء والمبرزين بمناسبة الذكرى الثامنة لتحرير ساحل حضراموت من عناصر تنظيم القاعدة وأكد محافظ حضراموت مبخوط بالماضي أن قوات النقبة الحضرامية ستظل صنام الأمال لحماية حضراموت والوطن مشيرا إلى أن هذا الحفل يقام وفاء للشهداء الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل الوطن وتطهير حضراموت من التنظيمات الإرهابية وأعلن بماضي استكمال صرف قطعة أرض لأسرة كل شهيدة ومبلغ مالي لأسر الشهداء مؤكدا أن شهداء حضراموت سيظلون محل اهتمام قيادة السلطة المحلية والمؤسسة العسكرية والأمنية من جانبه أكد قائد منطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب رجاشة أن يوم الرابع والعشرين من إبريل سيظل يوما تاريخيا وحدثا استثنائيا في تاريخ حضراموت مشيدا بالعلاقة المتينة بين قيادة المنطقة العسكرية الثانية والسلطة المحلية بالمحافظة اطلع رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد القملي على مستوى تنفيذ مهام قوات المصلحة في قطاع البحر الأحمر وشاد اللواء القملي بجهود قطاع البحر الأحمر بمصلحة خفر السواحل في مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة عبر البحر والحد من عمليات تهريب الممنوعات والاتجار بالبشر والعمليات الإرهابية وجه اللواء القملي برفع الجاهزية الأمنية وتعزيز انتشار القوات على طول السواحل المحررة للحد من عمليات تهريب الممنوعات والاتجار بالبشر وأي أعمال غير قانونية اختتمت بمدينة سيئون دورة القياس والتقويم في العملية التعليمية التي نظمتها كلية المجتمع بسيئون لتأهيل الكادر التعليمي بالكلية واكتسب 45 من أعضاء هيئة التدريس بكلية المجتمع على مدى ثلاثة أيام جملة من المهارات والمفاهيم التي تسهم في زيادة قدرات ومعارف هيئة التدريس على أبرز مراحل البرنامج لتطوير تخصص الطاقة الشمسية بكلية المجتمع بسيئون وأشهد وكيل وادي وصحرح حضراموت عامري العامري بجهود كلية المجتمع لتطوير تخصص الطاقة الشمسية لافتا إلى أهمية التخصص في ظل حاجة سوق العمل لهذا المجال تفقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاص صالح بن هييد مطار سيئون الدولي وناقش بن هييد مع قيادة مطار سيئون مكترحات الرؤية المستقبلية لتطوير مطار سيئون واستغلال المساحات المتاحة في الإنشاءات والمباني بهذا في زيادة الطاقة الاستيعابية للطائرات وزيادة الحركة الجوية بين المطارات الداخلية والخارجية إضافة إلى التوسع في الحركة التجارية والشحن الجوي وأكد بن هييد وقوف هيئة الطيران إلى جانب إدارة مطار سيئون في مناقشة هذه الأفكار وتطويرها وإخراج الدراسات اللازمة ومراجعتها والبحث عن تمويل لهذا المشروع أتغنت فتيات من مدينة سيئون صيانة الجوالات لحماية خصوصية النساء بعد دورات مكثفة مولها مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية ضمن مشروع الأيتام والتمكين الاقتصادي لأسرهم في مساقات تدريبية عدة ومجالات حياتية عملية المزيد في التقرير الآتي تثبت المرأة الحضرمية اليوم دورها في قطاع صيانة الجوالات بعدما كان مجالا يسيطر عليه الرجال فعلوية نائف ورفيقاتها كسرنا حاجز القواعد واستطعنا الالتحاق في هذا المجال بعد دورات متخصصة مكثفة عقدت بمدينة سيئون تحت تموين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف تعزيز خصوصية الفتيات أثناء صيانة جوالاتهم بعيدا عن القلق والمخاوف أنا دخلت هذا البرنامج لكي أطور برنامج صيانة وبرمجة الجوالات لكي أطور من مهاراتي ولكي يكون مصدر لي دخل في حياتي وأشير إلى أن هذا البرنامج خاص بالذكور ولأول مرة تلتحق به النساء برضو يعني لتحافظ النساء على خصوصيتها وأشياء زي كذا مشروع كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي لهم الذي عقد في وادي حضر موت شمل دورات وبرامج تأهيلية للشباب والفتيات سعيا في اكتساب مهارات تقنية تساعدهم على الاستقلالية والمساهمة في الاقتصاد المحلي وعزز بذلك أدوات المهن والمشاريع التي وزعت على المشاركين لتفتح أبوابا للرزق وكسب العيش استهدف المشروع في حضر موت وخاصة في وادي حضر موت 24 أسرة من ضمنهم 74 يتيم تم خلال المشروع عدة أنشطة منها توزيع الكفالات الشهرية لهؤلاء الأيتام أيضا تم تدريب أمهات الأيتام على عدة مجالات مختلفة منها الخياطة وصيانة الجوال أيضا الكوافير والتمديدات الكهربائية نحن نخلنا البرنامج لكي نستفيد ونكتسب الخبرة والمهارات أصبح هنا لدينا ومصدر الداخل لسرنا وفروا لنا أدوات الخياطة لكي نتمكن من فتح مشاريعنا المستقبلية والتي ستعيلنا وتعيل أولادنا الأيتام وخاصة ونحن في أزمة خانقة في هذه البلاد يعني صعوبة لكي نلقي لقمة العيش فيها الدعم المستمر والاهتمام التي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وشركائها المنفذين المحليين تعكس رؤية المملكة في دعم الشباب وتمكين المرأة وتطويرها في مجالات متنوعة حتى يكون عناصر فاعلين في المجتمع حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في ظل استمرار الأدوان الإسرائيلي على القطاع وسيطرته على المعاذرة وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تعرض حياة العشرات من المرضى والجرحى للموت المحتمة بالإضافة إلى التعرض الأدوية في الثلاجات إلى التلفة لعدم إدخال السلار لتشغيل المولد المغذي لمحطة الأكسجين وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 37 ألفنا فيما اقترب عدد الإصابات من 85 ألف إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي وذلك في حصيلة جديدة أوردتها وزارة الصحة في القطاع دشنت المملكة العربية السعودية تجربة التكسي الجوي ذات القيادة في المشاعر المقدسة وذلك لأول مرة في موسم الحجة وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر أن تدشين تجربة التكسي الجوي يأتي ضمن مبادرة منظومة النقل والخدمات اللوجستية في تطبيق أحدث تقنيات النقل المستقبلي واعتماد نماذج نقل جديدة ومبتكر صديقة للبيئة تعتمد تطبيق الذكاء الاصطناعي الجزير بالذكر أن تجربة التكسي الجوي تعد إحدى مبادرات منظومة النقل والخدمات اللوجستية ثم من 32 تقنية حديثة تطبق في حج هذا العام وذلك في إطار جهود المنظومة لتبني التقنيات الحديثة وتسقيلها لخدمة ضيوف الرحمن حيث تعد هذه الطائرة أول تكسي جوي في العالم لقي 49 شخصا مصرعهم على الأقل وأصيب العشرات إثر اندلاع حريق في مبنيين سكنيين في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي جنوب الكويت وقال مدير الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية الكويتية اللواء عيد العيهانة إن الحريقة امتد على نطاق مبنيين سكنيين في منطقة المنقفة معننا تمكن قوات الدفاع المدني والإسعاف في إنقاذ 11 شخصا وأوضح في وقت سابق أن فرق الإنغاد عثرت على 35 حالة وفاة في إحدى المباني السكنية كما نقلت 15 مصابا إلى أحد المستشفيات توفي منهم أربعة بعد وصولهم إلى المستشفى ختام النشر إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء وزير الصحة يعنون تسجيل حالة وفاة واحدة من الحجاج اليمنيين بسبب أزمة قلبية مفاجئة قيادة المنطقة العسكرية الثانية تقيم حفلا خطابيا وتكريميا لأسر الشهداء والمبرزين بمناسبة ذكرى الرابع والعشرين من إبريل تحذير من توقف المستشفيات في غزة وحصيلة الشهداء تتجاوز 37 ألفا منذ بدء الحرب في ختام النشر مجاهدين الكرام تقبلوا تحياتي وتحياتي فريق العمل ونمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أتحضرنا موتيفي يمتم في أمان الله اشتركوا في القناة